موسيقى لذال الثباق الخليجي نحو الثقل المغربية متواصلا فبعد الإعلان السعودي عن خطوط مباشرة إضافية نحو المغرب كشفت قطر يوم أمس الأربعاء عن تحسينات جديدة في رحلاتها تشمل المغرب وأعلنت الخطوط الجوية القطرية يوم الأربعاء خلال فعالية معرض ITB في العاصمة الألمانية برلين إن تحسينات جديدة ستعرف درجاتها السياحية من خلال إضافة ثبع وجهات جديدة منها وجهة مباشرة من قطر نحو عاصمة المغرب ويأتي الإعلان القطري بعد أيام قليلة عن إعلان الخطوط السعودية عن رحلات مباشرة ومنتظمة إلى مراكوش ثاني وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019 بعد العاصمة اليونانية أثينا وهي الوجهة الثانية في المملكة المغربية بعد الضر البيضاء وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا في الاتجاه الواحد أيام الثلاثاء والخميث والثبت من كل أسبوع على متن طائراتها الحديثة من طراز بوينغ بي 787 ابتداء من شهر يونيو المقبلة لم يسردد السفير الكويتي فالريباد عبداللطيفة اليحية في وصف البوليساريو بالجمهورية الوهمية موضحا أن موقف بلاده من قدير السحراء منسجمة مع موقف مجلس دول مجلس التعاون الخليجية وأن الكويت تنظر إلى قضية السحراء وكأنها قضية كويتية كما نفى السفير الكويتي الذي قال أن بلاده تدعم مغربية السحراء بشكل مطلق وواضح حصول أي تأخير في موعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الكويتية موضحا أنها ستجتمع في الكويت برئاسة كل من وزيري خارجية المغربة والكويت يومي التاثع والعاشر أبريل المقبلة وأوضح السفير في حوار خاص مع جريدة الأسبوع من داخل مقر السفارة حيث تحتل صور زيارة الملك محمد الخامس للكويت حيثا مهما في باحث الاستقبال أن الالتزامات الداخلية للحكومة المغربية المتعلقة بتدبير مرحلة الانتخابات ودغط الأجندة هو الذي حال دون انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في وقت سابق غير أنه أكد بالمقابل أن اللجان المصغرة مثل اللجنة القنصلية واللجنة القضائية تواصلان الاجتماعات دون القطاع وفي معرض جوابه عن سؤال ما إذا كانت الأزمة الخليجية قد تؤثر على مستقبل العلاقات المغربية الكويتية قال السفير اليحيى إن موقف المغرب والكويت موقف موحد ويصب في اتجاه إصلاح ذات البين ورأب الصداع بين الأشقاء في الخليج موضحا أنه لولا البعد الجغرافي لكان المغرب أحد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجية شأنه شأن الأردن بسبب تشابه الأنظمة وبخلاف أطراف أخرى أكد نفس المصدر على تنظيم احتفالية خاصة بعد وفاء دولة الكويت بالتزاماتها المالية إذا المغرب والبالغ رقمها مليار دولار وربعة قبل التوقيت المحدد لذلك علما أن أربعة دول هي السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية التزمت كلها في سنة 2012 بمرح المغرب مبالغ مالية بقيمة 5 ملايار دولار ما دفع المملكة إلى فتح حساب خاص تحت إسم الحساب الخاص بمجلس دول التعاون الخليجية كما أكد نفس المصدر الدبلوماسي أن استثمارات كويتية موجودة في المغرب دون بهرجة والعلاقات المالية بين الدولتين لا تقف عند حدود الرقم المدكورة بل تتزجاوز إلى علاقات استثمارية كبرى من خلال الأنشطة الاستثمارية الكويتية في المغرب والتي توجد على رأس ثلاث شركات كبرى بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بنشاط الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعية ويكد المثاهمة الكويتية في إنجاز مشروع القطار فائق الثرعة بالمغرب ترجمة نانسي قنقر بدون مقدمة تنسي ثدام المغرب وتولة الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا خلال الدور الثاني والثلاثي للإتحاد الإفريقية استعرت المواجهة من جديد بين الطرف المغربية والجزائرية بعد تصريحات رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقية الجزائري إثمعي الشرقي ومناصرته للروحات جباة البوليساريو التي ظلت تقوم باستفزازاتها أثناء عقد البرلمان الإفريقية لاجتماع لجانه الدائمة حول موضوع ثنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا مثاهمة البرلمان الإفريقي في إيجاد حلول مستدامة للنزوح القصرية المواجهة التي قادها الوفد المغربي يوم التلتاء بجنوب إفريقيا حسب مصادر حضرة اللقاء أوقفت اللقاء لأزيد من نفس الساعة خصوصا بعد أن في المسؤول الأممي جورج كوشيو من مفوضية شؤون اللاجئين أن تكون المنظمة قد منحت ثفة اللاجئين للمحتجزين في تندوفة فضلا عن كونها لم تحصهم ولم تدقيق في هوياتهم لتدخل بعدها الجلثة في ملاثنات حادة بين انفصالي جبهة البوليثار والبرلمانيين المغاربة ورفض البرلمانيون الفاض قوة واحتلال واعتبار الأقاليم الجنوبية للمملكة آخر مستعمرة في العالم موضحين لأعضاء البرلمان الإفريقية حقيقة النزاع الأقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة موضيفة أن تفاعل السفير إسماعيل شرقي مع البوليثاريو أدى إلى احتجاجه المغاربة لدى رئاسة الجلثة التي رفضت إعطاء حق التعقيب لتوضيح المغالطات المستفذة والتصريحات الغير المحايدة والمسؤولة وتابعت أن الوفد المغربي وضح لأعضاء البرلماني الإفريقية خطورة تصريحات السفير الجزائري إسماعيل شرقي الذي استغل منصبه الدبلوماسي كمفودي للسلم والأمنة بالاتحاد الإفريقي ليتبنى أطروحة المناوئين للوحدة الترابية الوطنية للمغرب الدولة ذات السيادة العدو بالاتحاد الإفريقي مذكرا بأن القمة الإفريقية بن واكشوت اتفقت على حصرية قضية الصحراء على الأمم المتحدة وهو ما جعل السفير الجزائري الشرقي يغادر قاعة الاجتماع ولم يشارك في بقية فعاليات الملتقى القاري الهامة من جهة يحدي بن بارك المستشار البرلماني وصف ما وقع في تصريح بالمؤثف جدا حيث خرج السفير الجزائري الشرقي عن مبدأ الحياد والموضوعية موشرا إلى أن مناورات خصوم الوحدة الترابية لجر النقاش نحو أشياء هامشية لن تنجح موشددا على أن هذه التحركات هي احتضار أخير خصوصا بعد نجاح اتفاق السيدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي يستمر المغرب في توجيه رثائل العشقائه العرب رافضا للتدخل في شؤون الدول وذلك عقب الطراب العلاقات بين المغرب والثعودية والإمارات حيث عاد ثفيراء المغرب بالدولتين الخليجيتين إلى الرباطة واعتبر وزير الخارجية ناصر بوريطا أنهما حضران للرباطة للتشاور بشأن مستقبل العلاقات المغربية الخليجية في دل التحولات التي تعرفها المنطقة فبعدما عبرت كاتبتها الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مونيابو الثتة عن رفض المغرب التدخل في شؤون الدول مؤكدة أن هذا هو أثاث عملنا الإسلامي المشترك وذلك في كلمة ألقتها قبل ثلاثة أيام بأبو ضبي في اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامية عاد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ليدعو إلى الحرث على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض وقال المالكي في المؤتمر 29 للإتحاد البرلماني العربية والذي انطلق يوم أمس وينتهي يومه الاثنين بالعاصمة الأردنية عمانة إن هناك مجموعة من التحديات التي تفرض حتمية الوحدة والحكمة والتبثرة واليقضى والوعي الجماعي والاحترام المتبادلة والحرث على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض ودعا المتحدث لتشكيل الجبهة متراثة من أجل خدمة الأمة العربية والتجاوب مع تطلعاتها وأمالها وأكد من أجل توجيه المزيد من الجهود البرلمانية نحو إعادة بناء الذات العربية في مواجهة ما يحدق بها من مخاطره وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية العمل المكثفة والحذر والوعي من أجل استعادة ثلطة القرار العربية المستقلة ويرى الملكي أن ما يجمع العرب في العمق وفي الأفق ليس المؤتمرات والاجتماعات أو الخطب والبيانات والشعارات وإنما روابط عميقة بنيوية فيها ما له علاقة بالحضارة وبالتقافة والتاريخ وبالأنصاق المجتمعية وبالممارثة العقائدية والدينية والروحية وباللغة وكذا بالقيم الإنسانية والأخلاقية الكونية والمبدئية ونبه المتحدث إلى أن الخلافات العربية العربية ليست ثوى تجليات واضحة لمخططات مدروسة تستهدف في العمق أمننا القومية ودرب إرادتنا المشاركة والمثاثيب وحدتنا واستقرارنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر